السلام عليكم ورحمة الله بدأت معكم من فترة سلسلة فيديوهات بخصوص الليثيوم ايون باتريز حكينا عن Better Management System حكينا عن بعض الالجوريثيمز الموجودة في الباتريسيوم management system وحكينا عن State of Charge وكيف بتم حسب State of Charge وحاليا الموضوع اللي في بالي رح نحكي عنه هو Types of Lithium Iron Batteries ليش في عندي أنواع مختلفة من الليثيوم ايون باتريز وإيش الفرج ما بين هذه الأنواع لما نحكي لثيوم ايون باتري بشكل عام بتكون مركبة من مجموعة من السلس وهذه اللي شايفينها هان هي واحدة من السلس بتكون موجودة داخل لثيوم ايون باتريز فيه أنواع تانية من الباكيجين وحنحكي عنها في فيديو تاني مستقل إن شاء الله ولكن هذا النوع الأكثر شيوعا لو احنا شوية داخل هذا النوع وشوفنا من إيش بتركب على سميني المثال النوع بتستخدم شركة تيسلا في سيارات الكهربال عندها حنلاقيه مكون بشكل التالي في عندي شيط من النحاس الشيط هذا مطلي بالقوافيت وفي عندي شيط من الألمنيوم مطلي بمادة اسمها الانسي اي اللي هي اختصار لنيكل كوبالت ألمنيوم اكسايد وفي عندي إلكتروليت زي أين مع النوع بطارية وفي سيبريرتور ما بين اللي هو البطارف البوزتيف والنيجاتيف طيب لما نحكي إحنا أنواع الليثيوم ايون باتريز وبتحديدا الفرق من ناحية الالكتريكال أو من ناحية كيميكال البطارية زي ما نحن عارفين هي عبارة عن طرف بوزتيف وطرف نيجاتيف بتم تبادل الإلكترونات ما بين طرف البوزتيف والنيجاتيف داخل البطارية بحاد الليثيوم ايون باتري الطرف النيجاتيف بيكون بأغلب الأحيان هو لغرافيت ليش لغرافيت؟ لغرافيت ستيبل كيميكالي وبتعطيني كمان هو لونغ لايف تايم للبطاري على بشكل أقل شيوعا بتم استخدام اللي هو السيليكوم أو رتيتينات نيجي بالنسبة للطرف البوزتيف بتاع البطارية نعملوا أخضاء الطرف البوزتيف بتاع البطارية اللي هو بحالتنا نشيط من الألمنيوم مطلع عليها اللي هو الانسي اي ماتيريال الانسي اي ماتيريال هو الليثيون ايون اوكسايد وهذا موضوعنا في هذا الفيديو لما نحكي احنا عن أنواع الليثيون ايون باتري من ناحية الكتيكال أو كيميكال أغلب الأحوال بكون اختلاف في المادة اللي مطل فيها في المادة اللي تستخدمها في الكاثور بتاع البطارية أو الطرف البوزتيف بتاع البطارية طب ليش نحنا بنحكي الليثيوم ايون باتري نتكلم عن بطارية ليثيوم ليش بتم استخدام الليثيوم لحاله ليش خلينا أوضح لكم أكثر تفصيل ذرة الليثيوم فيها إلكترون واحد حر وهذا الإلكترون ما شاء الله على طول ممكن يطلع بسهولة يعني يعطيني بفرق جهد عالي وعشان هيك الليثيوم ايون باتري من أك من أفضل البطاريات بتستخدم في تخزين الطاقة ولكن الليثيوم لحاله كماتيريال بيور ليثيوم حيلي اكتف ماتيريال يعني ممكن الليثيوم الليثيوم طعم كثير من الدراسات وفي النهاية قالوا إحنا مازال هذه الليثيوم اللي عنا هنا ماشاء الله عليها كثير اكتف خلينا نقيد حركتها نقيد حركتها كيف نضيف لها متال اوكسايد لما نضيف لها متال اوكسايد الليثيوم داخل متال اوكسايد بتكون أكتر ستيبل وبقدر أنا أستخدم الخواص الكهربائية لمادة الليثيوم بشكل آمن طيب من حان إجا الاختلاف في أنواع البطاريات شو مادة المتال اوكسايد اللي أنا لازم نستخدمها في دراسات كتير وطم تصنيع مواد كتير مختلفة وبناء على مادة الليثيوم متال اوكسايد المستخدم بيكون عندي نخلق نوع بطارية جديد ما نيجي إحنا الليثيوم آمن باتري في كتير تصنيفات تم استخدامها لتصنيف الليثيوم آمن باتري تايبز بوجهة نظري أسهل التصنيفات خصوصا للناس بتشتغل من ناحية التصنيف التالي من وجهة نظري ممكن نعملها تصنيف بالشكل التالي في عندي مجموعة اللي هي بنحكي عنها High Injury Density بقوب خلين نحكي اللي هي بتشمل NMC Type الNMC اختصار ل Nickel Magnesium Cobalt Oxide وبتشمل NCA Nickel Cobalt Aluminium Oxide وبتشمل LCO اللي هي Lithium Cobalt Oxide هده المجموعة الأولى المجموعة التانية بتشمل عندي اللي هي LFB اللي هو أكثر شيوعا خصوصا في استخدام Solar Energy بكون عندي Lithium Iron Phosphate وفي عندي المجموعة التالية اللي هي LTO اللي هي Lithium Titanate Oxide لماذا فضلت أنا أعمل Classification بالشكل هذا إنه هاي الجوب لحال وهي لحال وهي لحال هقول لك لأنه في عندي فرق أساسي في أداء البطاريات من ناحية Electric خليك شوف كيف لو جينا وسمنا العلاقة ما بين Voltage و Depth of the Charge للبطارية DOD أو Depth of the Charge حكينا عنه في موضوع في فيديو صادق اللي هو حكينا عنه State of the Charge وحكينا إنه بعبرلي عن أنا قديش استهلكت من البطارية لما تكون البطارية فلتشارج بيكون عندي DOD zero ولما يكون استهلاكها بشكل تام بيكون DOD 100% والY axis عندنا هان هو Voltage بتاع البطارية لو جينا للجوب الأول اللي حكينا عنه اللي هو High Energy Density Type حلقي إنه البطارية بتكون Fully Charged عند اللي هو 4.2V وبتكون Fully Discharge عند 2.5V حلقي Discharge كيف عمللي بشكل أساسي بالشكل التالي النوع الثاني اللي هو Lithium Iron Phosphate حلقي إنه البطارية بتكون Fully Charged عند 3.6V وبتكون Fully Discharge عند تقريبا هو 2.2V وبنشبل Discharge كيف حلقي عامل بالشكل التالي نشبل الكلاس الثالث حتلاقي البطارية Fully Charged عند اللي هي 2.5V وFully Discharge عند 1.8V وال Discharge كيف عامل بالشكل التالي طبعا الفرق واضح بداية ممكن لاحظ كالتالي بنلاحظ إنه جهود البطارية لما تكون Fully Charged وFully Discharge طبعا واضح إنه مختلف هادي واحد من اختلافات الاختلاف الثاني بنلاقي إنه في عندي اختلاف في السلوب تاع Discharge كيف لو جينا قلنا هان الـ DOD عبارة عن 30% وهان مثلا 50% وأنا بدي حاول أوبط العلاقة من بين DOD وال Voltage لحتى أعرف قديش الـ DOD تاع البطارية حاليا بنقولك إنه البطارية لما نقصت منها من 30% إلى 50% في نوعا ما فرق ملحوظ في Voltage ولكن في الأنواع التانية نلاقي إنه هان الفرق كتير قليل طب إيش معناته هذا هذا بيفج معي كتير في تصميم ال-BMS Better Management System لو جاءت الفيديو السابق هنلاقي من أهم شغل من أهم الفنكشنز الموجودة في ال-BMS إنه أنا أخذ Voltage وبناء على Voltage أكدر أحسن بState of Charge على فطرد إن استخدمت أنا الطريقة هادي يكون عندي في حالة الكيف الأول أسهل إني أعمل Estimation لState of Charge ولكن في الكيف هات التانية حيكون أصعب لأن الفولتج في هذه الحالة مش كتير مع الكبستي تاعة البطارية طيب هذا الفروقات خلينا نقول من ناحية كهربائية هل في فروقات تانية أو تعدش خلينا نشوف الشكل رهيب هذا صحيح إنه أعجبني لقيته في أحد ال-Bapers وكتيب وضح المعنى الحب بأوصله الجماعة في هاي ال-Baper قالوا إنه الفروقات مبين نيوترين مائن باتريز ممكن نأخذها بالاعتبار في ضمن خمس شغلات ال-Cost حاجة مهمة مصاري specific energy اللي هو بالضحلي قديش أنا في عندي energy وات أولى كل كيلو جرام من المادة المستخدمة في تصنيع البطارية C-Rate والعلاقة في power capacity تاعة البطارية Life span طبعا عم البطارية وال-Safety اللي هي أهم شيء في Lithium Ion battery لأن مادة الليثيوم هي كيميكالي مادة كتير active وأساسا لما نعمل Lithium Ion Oxide والشغل هذا كان كل الفكرة أن أنا أحاول أضبط تصرف مادة الليثيوم لكي نجعلها more safety لليوز طب في شوية ملاحظات ممكن نلاقيها من هذا الكير دعنا نستخدم لون مش مستخدم هدا لون أوكي بيقول لك لو أنا كان عندي application معين على سبيل المثال electric vehicle وأنا اللي هو designer مطلوب مني أحدد نوع البطارية لأستخدمها وعندي هاي أشهر أنواع للبطاريات حكينا عنهم طيب في حالة electric vehicle أنا شو بهمني بهمني أنه أنا السيارة عندي تقود أطول مسافة ممكنة طب عشان السيارة تقود أكتر مسافة ممكنة فلازم البطارية تحمل أكبر قدر من energy يخدمني خلال هذه المسافة فبروح وين على specific energy على طول بطلع مين أحسن بطية في specific energy الأخضر هان اللي هو NCA بيجي بعديه الNMC عشان جماعة تسلا بيستخدم الNMC تمام طيب منطقيا أنا لما يكون في عندي بكيج معين وهذا البكيج في عندي كمية من الطاقة أعلى أو أكبر من أنواع الثانية ما حيكون إيش معناته حيكون عندي خطير فحتكون السيفتي لهذه الأنواع أقل من الأنواع الثانية فالمسألة إيش صارع عني هان مسألة هي trade off يعني أنا محتاج specific energy ولكن في عندي لازم أضحي شوية بالسيفتي طب إيش بعمل هان بفق معي في تصميم البيام أس المسؤول عن حماية البطارية بكل إشي أكتر مسأل ثاني لو أنا قلت بدأ استخدم بطارية ل solar systems solar system نقول استخدمها خلينا نقول ل شو بهمني بهمني عطول اللي هو safety نكون بطارية أنا بدي أحطها داخل البيت فلازم تكون safe كتير إني أستخدمها داخل البيت نجم نتطلحان الأحمر الأحمر هو LFB lithium iron phosphate كتير safe والكوستع ممتاز lifetime ممتاز specific energy أقل من الثانين ولكن بحقق لي الشرط الأهم هو safety يعني دائما في عندي اللي هو trade off فالشكل التالي هان بوضح إنا شو هي خصائص lithium iron batteries وكيف أنا أستخدمها جزء كتير مهم في أداء lithium iron battery هي temperature فأنا كمستخدم أو لازم بهمني كتير على temperature range لتاع البطارية لأنا بستخدمها فأنا لو أستخدم البطارية على سبيل المنسال في السعودية سيختلف فأنا أستخدم البطارية في الدينمارك أو النوريج هتكون ضرجة حوار هناك minus 20 لو قلنا ضرجة حوار minus 20 الNMC والNCM هيشتغلوا هناك فبهمني جدا أنا أعرف الهوة temperature operation range تالبطارية لأنه العلاقة مباشرة بالسيفتي والعلاقة أهم في نوعية وجودة البي ام اس اللي أنا مستخدمه طيب يا مؤمن عجبك الفيديو الله يرضى عليك أعمل له شيء وقدر الإمكان وإن شاء الله خلينا نكمل في نفس الموضوع فيك شوية مراضية حابب أغطيها في الليثيوم 8 battery وإن شاء الله يتكون الموضوع كان ومفيد للجميع نراكم في فيديو قادم إن شاء الله